موسيقى صبح الخير الملفان الداخليان الذين ما زالا يتصدر صحف بيروت هما الحوار والنفايات وإلى جانبهما تطورات سوريا ونعكاسها بالطبع على الوضع في لبنان هذه هي عنوان حلقة اليوم والتي سأناقشها مع ضيف النائب الدكتور فريد الخازن عدوا تكتر التغيير والإصلاح دكتور خازن صباح الخير صباح النور يا حمد أهلا وسهلا بك بموضوع الحوار يلي كان عنوان مقال نشرت اليوم لحدتك جريدة السفير بالصفحة الأولى رح نبدأ إنما من خلال كاريكاتور اللي غانم بجريدة الجمهورية تحت عنوان ماذا لو فشل الحوار رسم طاولة الحوار وتحتها رجلان يصوبان سلاحيهما الواحد نحو الآخر بالشكل قاعدين على الطاولة هل بالمضمون هن بهذا الشكل دكتور خازن لكن بشكل أول شي لقاء حول طاولة بين المتنازعين هذا مشهد بس فيه أدمه لبنهم بالمنطقة اليوم ما فيه بلد عربي فيه أزمة قادر إنه يتحاور أو يعدوا على حول طاولة طاولة وحدة القيادات الأساسية لا بسوريا ولا بالعراق ولا باليمن ولا بليبيا ولا بمصر ولا بدول وأخرى إلا باللبنان يعني هيدا بحد زيته مشهد حواري بالشكل منع جيد بالمضمون يعني ما حدا متوقع إنجازات كبيرة من الحوار لكن هو حوار أنا سميته بالمقائلة بدل عن ضائع وحوار لابد منه وخلينا نقول كمان وهج الحوار الوطني يلي كان للحوار الطاولة للمرحلة الأولى لأول حوار 2006 يعني 2006 نعم وبعدين إجا بعدين بعهد رئيس سايبان بال2009 بال2009 يعني فيه كمان وهج الحوار تراجع يعني كان له وهج أكبر ومفعول أكثر ومفعول أكبر لكن أنا برأيي إن لم يعطي نتيجة ما فيه ضرر منه يعني إذا فشل هيدا الحوار وما وصلنا على التوقعات يلي كل واحد حطيته براسه من هالحوار ليس هناك من ضرر ليس هناك من ضرر نكسي نكسي وعند الناس كمان يعني يعني الحوار أنا بعتقد مفيد وضروري نعم لكن إذا لم يعطي نتائج المرجوة لن يكون هناك من ثمن لا سياسي ولا أمني ولا غيره أنا هيدا رأيي وبعدين الحوار اليوم أتبر سورة الحوار ومشهد الحوار أمر مفيد قبل ما نحكي بالمضمون أعتبرت بدل عن ضائع دكتور خازم بما قالك اليوم قلت أنه حوار يعي المشاركون فيه أنه بدل عن ضائع وللحوار وظيفة قد يحتاجها المتحاورون المؤيدون والمعارضون ولو بعد حين أول شيء بدل عن ضائع عن ماذا ما هو الضائع الضائع أنا كملت الجملة وقلت أنا أود أن أسمعه منه في موضوع الشغول البيئيسي هيدا بدل عن ضائع معلن فيه بدل عن ضائع غير معلن وهو وهو الشلل الموجود بمؤسسات الدولة يعني البدل عن هال ضائع كله سوا هو الحوار لكن المتحورين هنا نفسهم اللي إنهم عليها بالوضع ككل السياسي وبالنتيجة أي لقاء تواصل بين القيادات السياسية اللومينية حتى لو لم يثمر بشكل مباشر بعتقد له مردود إيجابي أنا هيدا رأي أهلا أزمات لبنان الحالية من الرئاسة إلى أمور أخرى مفاتيح الحلول هي داخلية ويلي عم يفتش على الخارج بيكون واهم لأنه الخارج أولا ما عنده اهتمام باللبنان نعم وتانيا عنده مشاكل أكبر بكتير من مشاكل لبنان بدك إيه إن كان بالمنطقة الخارج بالمنطقة أو الخارج على المستوى الدولي كل واحد عنده مصيبة كبيرة أو مصائب كتير وعنده أولويات ولبنان اليوم لم يعود ساحة حرب لنزاعات المنطقة وهيدا أمر جيد ولو كان غير هيك ولو كانوا الدول الكبرى ودول المنطقة مهتمين بلبنان بين مزدوجين مثل ما كانوا قابل كان لبنان صار في حرب برأيك إيه يعني ساحة الحروب اليوم كان صندوق لتبادل الرسائل منتشرة بالمنطقة وهيدا بيخفف عنا عبء بيشيل عنا عبء كبير يعني يلي بدون يحارب حدا يلي بدون يحاربوا بعضهم عندهم سوبر ماركت نزاعي وين ما بدي وكل واحد اللي طابع معين بالأزف يعني طيب بدي أرجع ولبنان هالمرة محيد من هنمان نقطة بنقطة وهالسبب أنه الحلول داخلية هون هاي دي النقطة تحديدا حل داخلي بتقول لمين عم بتوجه هذا الكلام دكتور خازن لمين عم بتقول من تعتبره يراهن على حل خارجي حيحكي بوضوح نعم هناك طرف يعتبر أنه أنه في محورين بالمنطق في محورين كبار بالمنطق نعم في محور السعودية ومحور إيران نعم أنا برأيه المحورين كل واحد عنده أولويات أخرى غير لبنان هي أول شي وتاني شي بالوضع الداخلي داخليا كلنا منعرف أنه العماد عون هو المرشح الأول بين المرشحين وللأسف عم نشوف تعامل مع هذا الموضوع وأنا برأي التعامل بدأ من 2005 لي وضع كل العرائيل مش بس بموضوع يعني أي طلب يصدر عن هذه الجهة السياسية مش بس موضوع الرئيسي تعينات كله كله في فيتو ما أبدأ عليه ما أبدأ بالأساس وهيدا بدأ بال2005 تقل لك شو الفرق بين اليوم والماضي نعم بالماضي كيف دايما زرائع وأوراقتين أنه نحنا نعمل فيتو على هذا هذا الفريق السياسي لأنه متحالف مثلا مع حزب الله اليوم في حوار بين تيال ومستمر وحزب الله اليوم ما بقى في يعني سهرت سهرت الفيتو على المرجعية السياسية المسيحية الأولى مفضوح وهيدا أمر مش منيح وين في فيتو مفضوح دكتور خازن بموضوع رئيس ليه ينزل على مجلس النواب ويقدم ترشيحه مع المرشحين من الآخرين إنه ما حدا عم بيقول إنه ممنوع يترشح بهذا المعنى ليش تذاكي دكتور خازن بالماضي كان فيه ويساية سورية نعم اليوم وكانوا همني يقررهم وياخدوا الأراءة اليوم ما بقى فيه ويساية سورية معايير الوصية أو التبعية اللي كان موجودة قبل شوية الوصية يعني التبعية هناك من يسعى إلى إبقاء اليوم بدون الوصية السورية وهيدا أمر مرفوض بصراحة مسيحيا من قبل مش بس العماد عون العماد عون والدكتور كل الأطراف المسيحية نعم يعني ذهنية الوصية بمعنى التبعية إنه هلأ راح للسورية بدنا رئيس جمهورية تابع لفريق سياسي مين ما كان يكون هيدا الأمر مش مقاشي مين عم يتصرف بهذا الذهنية اليوم ما حدا عم بيقول الكلام اللي عم بيقوله ما حدا في يقوله أصلا بسيحة لأ بعرف بس قصت مين بمجلس نواب يعني فيه فريق بمجلس نواب عم ينزل ع كل جلسة وانتو فريقكم السياسي مش موضوع شكله موضوع مش موضوع شكله بس ليش ما بتصير بالأسس مثل ما بيقوله الدستور والديمقراطية طيب ما نحن كمين طالحين أسس تانية وهي إنه يتفقوا على العماد عون قبل ما ينزل لا إنه يتفقوا رئي جمهورية من الشعب أو يعمل قانون انتخاب هلأ وقت تغيير الأنظم طيب اوكي ما رجعنا على الحاجة الزيتة طيب المعيار الديمقراطي لأسلم بالعالم كله هو بتاعتكمل الناس للشعب في حدا عم بيقول إنه خلينا نطرح هيدا الطرح على مستوى انتخاب ديمقراطي من الشعب بيجي جواب إنه هيدا بدنا نعمل نزام رئيسي ونضرب الدستور ونضرب المؤسسات كلهم هيدا حاجة بس أنا عم بيحكي بالعمق بالعمق هو الفكرة إنه منجيب رئيس ليكون تابع مش معني ده بدنا رئيسي يختلف مع الناس بدنا رئيسي يكون تابع مثل ما هنه تعودوا بالسلطة طيب شو عمل العماد عون ليقرب من الفريق السياسي خصم لقلقه شو عمل بيما وقفوا بعده محل ما هو بطريق التعاطي مع الفريق السياسي بعده مثل ما هو فيه أطراف سياسي تحديدا وعلى رأسهم تيها المستقبل نعم معارضين وعملوا وعلنا ولقي السنيور أي لعدة مرة طيب حط العماد عون على جنوب فيه العميد شامل روكوس نعم كل الناس مع ترفي وتقر إنه من الدباط الأكفأ بالجيش اللبنان ومعلي أي نقطة سوداء بقسي سنين نقطة إنه صهره للشنيرات هاي نقطة عالمالتين سوداء حدا يشحلي كيف كل السياسيين نعم متفقين وبيعلنوا ما وقف إنه نحن منعتبر هيدا الضابط مؤهل وكفه وقته بيجي لتعينه بمنصب معين بسير في بيته عليه مش في بيته عليه يقال إنه في آخرين بحكم الأقدمية والتراتبية حق منه بالوصول لأيات الجيش وقائد الجيش السابق يلي صار رئي جبهورية نعم قائد الجيش حالي ما بعرف الرأم بس بعرف الرأم من قائد الجيش السابق رئيس سليمان وقته تعين قائد جيش إجا قبل يعني هو كان بالتراتبية خمسين أو ستين نعم من العمضة الموارن عامل قائد جيش وكمان يعني 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 تراتبية ما ألها بلا بدي يضل في حجاجه بس كلنا بنعرف إنه الفيته هو سياسي تحديدا على فكرة وأنا مسؤول عن كلمة أنه سهره للجنة لا 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 فكرة أنه يكون فيه مرجعية مسيحية سياسية عندها حد أدنى من الاستقللية نعم للأسف فيه أطراف سياسية بالبناء بعده رفضينا طيب ما بتعتبر أنه العماد عون اختار العناوين الغلط لمعركته يعني عندما حصر كل مطالبه بأسهرته يعني حتى البعض صار يقول سواء برئاسة التيار كمان صار فيه خلافات دخل التيار أو بمطالبه أنه دايماً بيوقف الحكومة من شخص كل شيء يستر عند العماد عون ليش محصور بالعائلة كل شيء عنده عند العماد عون بيستر له غير طلة لا بس ما بيدافع عن آخرين بالتيار فقط العائلة القريبة دكتور خازر خلينا حزب سياسي بلبنان مختار صهره من العائلة طيب بس ما العماد عون ما بدي يؤدد من تجربة جديدة بالحكم بعدين يلي حرصينا على هادي التجربة يسهلوا أمور العماد عون ومطالبه يلي هي مطالب لكل يعني إن كان بالمشاريع وإن كان بغيرها وبعدين هادي كلها حجة جواهية تلاقي للك أوراق التين سقطت أوراق التين سقطت يعني كل يوم بيك تلاقي حجة وهلأ آخر شي بموضوع العميد روكوز جمهوري بأي حال العماد عون بحسب مقالة النهار بكرة سيتطرق لمسألة تعينات العسكرية وقال مصدر من قريب من الرابية إنه التمديد الفاضح للإيادات العسكرية من شأنه إدامة الأزمة ومن شأنه أي فاقمها وبالنسبة لأستمرار العماد عون بالحوار بعد إرسله إشارة اعتراضية أولى فقال المصدر إن عون ليس مضطراً أن يكون شاهد زور على حوار هل بكرة رح يكون موقف العماد عون تصعيدة يعلن في الاتعاد عن الحوار؟ يسمون تصعيدة هاي أول شيء ممكن يوصل لحد الانسحاب من الحوار؟ ياللي حريص ما بعض ما بعض مش هلو ياللي حريص على الجيش يخبرنا كيف لأول مرة بالتاريخ لأول مرة بالتاريخ الحروب والجيوش ثلاثين عشرين أو ثلاثين عسكري يصبحون أسرع مش بمعركة بالتفاوض حدا يشرح لنا ياللي حريص على الجيش لأول مرة جميلا الجيش بيخد معارك يبيع له شهداء بيستشد ناس أو بيجرح ناس أو يؤثر ناس بيروحوا أسر بصيروا أسرع لأول مرة بتاريخ العالم والجيوش والمعارك بصير فيه عشرين ثلاثين أسير لجيش عن طريق التفاوض بيعف سيل حدا يشرح لنا بالنسبة للتعينات العسكرية لاللي حريص على الجيش لعماد عون شو بدوا تحديدا بموضوع التعينات العسكرية شو اللي عم ينطرح تحديدا لعماد عون عم يقول مشيوه على الإنون بيقول له ما بدنا يصير فيه فراغ ليش بيصير فراغ بالمؤسسة العسكرية ونواجيبين هاي البدعة نعم شو بيلي ريد العماد عوني لشو الجيش فيه 300 ضباط لأنه معارض الجيش أنه يصير عنده خسائر نعم شهداء وجرحة وناس مش قادرين يقوموا بعملهم كيف يصير في فراغ يعني الضابط يعني بيستشهد ما فيه واحد تاني بدل بدله والعسكري كمان واللواء والعائد وكلن طيب هلأ المطلوب رفع عدد المطلوب المطلوب أنه هايدي الطريقة الفيتو المتواصل على كل شي بيصير من العماد عون مفتكرين أنه هايدي بيوسل النتيجة هاي ما بتوسل النتيجة بشي وبعدين يا نحنا عم نحكي عن شراكة أول عايش مشترك مشترك أو ميسيقية أو دستور أو أنون يعني نحكي على عرض عضلات سياسية بعرض العضلات السياسية يلي هيدا أنا اللي شايفه لأنه ما حدا بيله لا بالأنون ولا بالدستور ولا بالشي وكل يوم في حجة واهية بقيلة معنا نعم إذا موضوع عرض عضلات كل واحد عنده عضلات يعني بكلم كتير واضح شو يعني عضلات الشارع لا 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 مش قصة الشارع قصة أنه يلي بقى لأ نعم جميع في لأ من هون إلى متى سيبقى البلد يحكم بهالطريقة دكتور خازد؟ مش عم يحكم بهالطريقة أو بهذا المنطق في ناس بقررين من سنة لألفين وخمسة أنه الفريق السياسي المسيحي بلبنان يضل على الهامش هذه الرسالة يمكن في ناس مش عبين يفهمون ليش المسيحيين الآخرين ما عم بيشوفوا هذا الموضوع مثلكم؟ مين قالك مش عم بيشوفوه مثل الله؟ ليه ما عم بعبرو عنه؟ شوف الفحوة كلامهم شوف الكلام وبعدين ما في شي أنا بيبين لي بيانعني لكن هيدا التصرف هيدا الطريقة وهيدا المخالبة الأمور تقول أبيض تقول أسود يمكن في ناس ظنوا أنه مع الوقت هيدا بتمشي بس مش عم تمشي بالعكس صار في نفور أكتر بكل الأوساط مش بس بالطيار الواطنين الحرق أو العماد عهم وغيره كمان يعني الشروط المفروضة بحسب معيغل الوصاية بدون الوصاية وصاية جديدة إذا بدك داخلية مين عم بياخدوا الوصاية الجديدة الداخلية؟ كل هيدا الأطراف السياسية اللي عم تجي بتاخد مواقف إنه قول أبيض تقول أسود طب أنا عم بيسألك بالمقابل حزب الله ما عم بيتصرف مع الفريق السياسي الخصم بنفس الطريقة دكتور خازر كنا قبل كنا قبل كمان الاتهام إنه نحنا تابعين لحزب الله نعم هلأ أصرفينا الاتهام إنه نحنا مش تابعين لحزب الله يعني بها المعنى إنه كل يوم بياختصار كل يوم في خبرية نعم كل يوم في حجة كل يوم في زريعة هيدا الطريقة أنا اللي عم بيلك إيه مادام رولا إنه هيدا الطريقة ما عادت تمشي ما عادت تنفع يمكن بالألفين وكمسة مشيت وبعدين مشيت ودايما بيليقوا أدوات صراحة يعني أدوات تحديدا مسيحية أدوات بيجيبوا واحد خبر خبرية هيدا الأمور ما عادت تمشي مش معنيتها حدا بدوا يستأثر بالحكم بس بها البلد في شراكة وفي الناس موجودة وبعدين لو الاستأثار بالحكم أدى لنتيجة إيجيبية بفهم وأكبر مثل هو الموضوع النفيد بعد الفاصل رح نتابع النقاش لأنه هيدا الموضوع الوحيد يلي ما إله عليها لا بالمنطقة يعني نسيبته جامعة مثل ما بيقوله لا 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 إنه هيدا ما حدا فيه يتحجج إنه ناطرين الاتفاق النووي وناطرين الربيع العربي وناطرين أمريكا وناطرين روسية وناطرين ما بعرف مين بعد الفاصل رح نحكي بهالموضوع وانتبع يعني أجل بموضوع مجلس الوزراء كمان يلي معطل جلساته بعد الفاصل عودة لمتابعة الحديث